عقد ودير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثان بمشاركة وفدي البلدين تناولت الجلسة العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون والتنصيق بينهما في المجالات المختلفة وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العلا وباستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية والتي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرة التفاهم والتوصل التوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وثمن الجانبان المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين وبعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين معربين عن تطلعهما لتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين الشقيقين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنصيق في كافة المجالات